اشتركوا في القناة المحلية والعربية والعالمية ودائماً ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم حيث المواضيع المتعددة اللي دائماً ما نتناولها ووضعنا الأول لهذا اليوم وفي فقرتنا الأولى الدولة عازمة على القاء القبض وملاحقة الفاسدين وحيتان الفساد في كل مفاصل الدولة وهذا اللي كنا نطالب به سابقاً أنه أي بشر أي شخص أي موظف مهما كان منصبه لازم يتحاسب إذا كان هو سارق لأموال الدولة ومن خزينة الدولة اليوم موضوعنا وحدثنا والترند اللي رح نتكلم به هيئة النزاهة ألقت القبض على مدير عام هيئة الضرائب السابق اللي ظاهر أمامكم بالصورة حسامو حسامو وزوجته طبعاً خلال عملية أمنية ضبطة فيها أكثر من 2 مليار دينار ومستندات لدعش عقار إضافة إلى رصيد نقدي في البنك بقيمة 3 مليون دولار و600 ألف دولار 3.6 مليون دولار جرى تهريبها إلى دولة مجاورة عملية نوعية تم القبض بها على هذا الشخص اللي هو مدير عام هيئة الضرائب السابق وسام حسام وزوجته شكراً للدولة وللحكومة ولكل شخص يتابع ويلقي القبض على هذول الحيتان ولا لا والله مو حيتان وما دولة دولة مو يعني حتى سمك زوري يمكن دولة زوري دولة زوري شي صغار بالنسبة لناس أكبر ولكن كل شخص يمديده ويسرق من مال البلد لازم يتحاسب مين مليار دينار بحوستك ودعش مستند لعقارات ورصيد بالبنك ثلاثة و600 ألف دولار مليون دولار ترى هاي كارثة هاي كارثة بس الحمد لله والشكر بدينا قبل مثل ما قلت بالحلقات السابقة شانا نقول هروب المتهم أو طلع مثلا فد خبر أو فد معلومة أنه فلان شخص سرق هلأ هست لا هستنا ناخذ هحنا القبض على القاء القبض على محاسبة مقاضات الحمد لله والشكر بدينا أنه احنا ما نناشد لا بدينا أنه احنا نثني عليهم وعلى الجهات المعنية ونقول عاشت ديكم ألقيت القبض على مثل هؤلاء كم يجري عام هيئة الضرار تجوا تمديدك على الفلوس ليش وهذا المال غير رايح للدولة الضريبة يتفحها تتفحها الشركات تتفحها أصحاب العمل اللي عندهم عمل رسمي مع الدولة أو مع الناس كل مفاصل الحياة أكو الضريبة يتفحها الشخص للبلد للدولة للحكومة حتى تستفيد منها وزارة المالية وتقسمها عليك بس أنت تجي تخليدك عليها وتاخذ بس وين تروح الحمد لله وشكر أنه إحنا بديننا نلقي القبض عليهم ونحاسبهم ونتابعهم وأكد دولة رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني على هذا الموضوع أنه راح يعيد كل الأموال إلى خزينة الدولة وأيضا العقارات والمستندات اللي بحوسته هذا الموضوع اللي احنا دائما ما نشدد عليه دائما ما نحكي ونسولف نقول لازم يتحاسبون الحمد لله راح يتحاسبون خلنا نشوف الموضوع تفاصيله وماذا كانت ردود أفعال الناس يقول القبض على مدير عام هيئة الضرائب السابق أسامة حسام وزوجته خلال عملية أمنية ضبطة فيها أكثر من 2 مليار دينار ومستندات لدعش عقارا داخل وخارج العراق ورصيد نقدي فيه 3.6 مليون دولار جرى تهريبها إلى دولة مجاورة هذا الشخص أنا القاهرنا بالموضوع بقى إحناش كانت نخلي على على مكتبه وما توفيقي إلا بالله الله لا يوفقك بس ها يرد قولها إلى على السرق اللي تسرق بها المواطنين علي يقول بعد 7 أشهر وهذه السؤالة في كلهم سويها لا هذا المناسبة المنصب اللي شغله الفترة الزمنية هي 7 أشهر 7 أشهر لا غير خلال 7 أشهر هل قد سرق لعد الحيطان صاله مش كم سنة جديم تلكون هسا واتكت لك كاتب وما توفيقي إلا بالله هي هنا المشكلة هنا المشكلة 7 أشهر جسرق هل قد لعد له وباقي هواي جسرق أحسين يقول الشاب العراقي يتحسر على شوية من ذن احتمال 40 مليون يقدر يرتب كل حياته ويبني مستقبله وجماعة المليارات مع الأسف والله وهادية تقول يا مزقوع هاي جسرق يا مزقوع هاي جسرق مستلم المنصب فقط 7 أشهر لو ثنة جسرق الله ينتقم من كل ثارق أموال الشعب صارت بيتكم هي تتصرفون بيها والشعب كاتله الفقر إبراهيم يقول وعند الله تجتمع الخصوم وأشهد وأشهد لله سبحانه وتعالى أنه هذا واللي مثل بالحكومة خصومي يوم القيامة خصومي يوم القيامة هذا المواطن العادي هكذا يكتب فرح تقول إذا هو أصغر موظف بالهيئة ما يمشي ويشتغل ما يمشي تقصد معاملات ويشتغل إلا تحط بيده فلوس فلس شلون لعد المدير العام ما يعرفكم إلا اللي شغلته يمكم بالفعل ما يعرفهم إلا اللي شغلته في 8 مباشر معكم هذا كان آخر تعليق من قبل فرح على هذا الموضوع اللي كنا نتحدث به كموضوع أول وكحدث أول وإن شاء الله يتم حاسبته وأيضا إداعى السجن وكل شي بالقانون كل شي بالقانون موضوعنا الثاني في هذه الفقرة قبل فترة من الزمن أعرضنا في هذا البرنامج فيديو لحافظ صلاح الدين السابق وهو عفوا وزير الصناعة والمعادن وهو يقسم بكتاب الله القرآن الكريم لأحد الشخصيات أنه يتعهد له بأنه ولاء رح يكون إليه وزير الصناعة السابق صناعة والمعادن وقلنا لازم يتحاسب لأنه هذا أخل بشرف العمل خدمة الناس خدمة المواطنين ولكن الحمد لله وشكر النزاهة تصدر حكما حضوريا بالحبس لمدة سنة بحق وزير الصناعة والمعادن الأسبق صالح الجبوري ليرتكابه ليرتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته هذا الموضوع أيضا احنا يجب أن نشكر القضاء والجهات المعنية على التركيز وياه على التفاعل مع هكذا مواضيع دولة ناس قدهم مناصب بالبلد ولاهم يكون مو للبلد مو للحكومة مو لخدمة الناس مثل ما شفنا احنا ظهر بالفيديو يقسم بالقرآن الكريم انه راح يعمل لمصلحة حزبه ولمصلحة مسؤوله المباشر هذا الموضوع احنا دائما نتكلم به احنا دائما نقول انه ليردد القسم يردد للوطن انه يحمي الوطن يشتغل لاجل الوطن لاجل الناس مو للمنافع الشخصية ومع الاسف استغل منصبه كوزير لمنفع شخصية الى ولشخص المسؤول عنه اليوم هذا الشخص حضر امام قاضي وغيئة النزاهة صدرت طبعا يا محكمة النزاهة صدرت صدرت حكم بالحبس بحق والله يعلم غيره وغيره وغيره بس هذول اللي يطلعون للناس احنا قبل فترة من الزمن طلعنا الفيديو وناشدنا بانه يجب ان يعاقب والحمد لله اليوم تعاقب في وجود دولة وقانون يجب ان يعاقب مثل هذا الشخص وغيره توزير انت وزير في بلد اسمه العراق انت وزير وزير الوزارة الصناعة والمعادن بل الله قل لي شنو سويت في فترة استيزارك بالوزارة شنو سويت شنو اشتغلت شنو قدمت للناس شنو شنو سويت انت ممكن نعرف بس احنا معالي الوزير الاسبق بس انت مكانك بالسجن ليش لانه انت اخليك بوظيفتك وبشرف المهنة والوطن ومسيت باسمك وباسم الوزارة اللي تعمل بها وجيت حخليتيدك على القرآن الكريم وقسمت انه راح تراعي مصالح حزبك والشخص اللي جابك لهذا المنصب هذا هو هذا هو القانون من ياخد مجراء لازم يكون عدل البعض يقول قليلة سنة والبعض يقول هسه وذا كان سارق او فاسد لا لازم ينحكم اكثر بس اذا كان هو اخل بالشرف بشرف المهنة بالعمل اعتقد القانون الي يعني قول ثاني بهذا الموضوع ايضا الي حكم ثاني يحكم به خليشوف الموضوع وتفاصيله وايضا ردود افعال الناس ماذا كانت يقول ان زاه تصدر حكما حضوريا بالحبس بحق وزير الصناعة والمعادن الاسبق طالح الجبوري لارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته اللي هو الفيديو اللي شفته كلكم مانا ذاك من انتشر بصورة كبيرة جدا في مواقع التوصل الاجتماعي اللي ايدي على القرآن الكريم ووضع يده على القرآن الكريم واقسم يمينا لمراعاة مصالح حزبه والشخص الذي وصل لهذا المنصب هذا هو رح ينحكم سنة وقدام القاوي انا اتسائل اقول هذا واللي قبله وسام حسام مدرش اسمه رئيس يعني مدير عام هيئة الضرائب هذا واللي قبله حسام ان انحكمه يعني ما رح يتعظون واحد القول قبض عليه ورح يواجه مصيره وهذا عجي حضر للمحكمة وانحكم طبعا بالمناسبة حكم لمدة سنة يعني مو يطلعوا هذا ويدفع بدل أو يدفع تعويض لا حكم مدة سنة ينحكم ينحكم زين مو معي ايقاف تنفيذ انا اقول هذا وغيره ما يتعظون زين الناس اللي بعدهم يسرقون البوصة لهذا ما رايح عليهم من يشوفون هاي الاخبار وهاي المواضيع اللي يسرق خزينة الدولة جابوه واللي بالضرائب جابوه وهذا الوزير اللي اخل بواجبات وظيفة جابوه انتو يا مسؤولين يا وزراء يا نواب كل المسؤولين يا ومدراء عامين طبعا هو الفساد اغلب الفساد يكون بالوزارات بالمدراء العامين طبعا مو كلهم ما نجمحنا ابدا اكو ناس تعمل لاجل الوطن للبلد للوظيفة للناس يخدم الناس واكو ناس لاجل جيبة همشي خلي بجيبة خلي بجيبة فلوس انتو ما راح تتعظون من تشوفون هاي الاخبار هاي المواضيع والسرقى جايكم ترى السرقى الدولة اليوم راح تركز على مثل هي شحالات راح تركز الدولة فالسرقى لا ما لا يعني ماكو المصير يعني بالنهاية راح تكون مكانكم بالسجن سعد يقول والمفروض النائب الذي اجبر الوزير على القسم ايضا يعاقب بالفعل لازم يعاقب وان هاي وجهة نظري لازم يعاقب لانه انت تجبر الاشخاص اللي انت تجيبهم من حزبك انه اكون ولاءهم اليك لازم تتعاقب فاضل يقول ممكن تصحيخ للمعلومة وتقولون لسرقته المليارات شوف احنا ما نخاف ولا نستحي من نشوف واحد سارق الخبر الموضوع القبل القول القبض علي بحوص تفلوس سارق هن هذا سارق ويجب ان يعاقب والله لو عندي ملف واحد لو عندي خبر واحد موثوق على سرقة هذا الشخص الوزير الاسبق للصناعة والمعادن والله اظهر هنا وللرأي العام ولا يرفل جفن ولا اخاف ولا استحي اليوم احنا هاي امانة بأعناقنا امانة بأعناقنا هذا الموضوع انه يابه الناس لازم تعرف من الفاسد من الحرام من اللي يسرق وايضا الصالح واللي يشتغل عمل لله والشعب فاحنا لو كان ادنا معلومة عن فساده والله نظهرها لكم نزين بس احنا اليوم ادنا الموضوع والخبر انه تم سجنه ومحاكمته حضوريا هذا اللي عدنا احمد يقول نائب بالدورة الحالية من الموصل نفس المصحف ونفس القسم هم يشمل القرار والله يا احمد اذا تذكر اسم النائب وتجيب لنا دليل عليه الله انت رجأك الله ويدك يعني خلنا ظهر للناس واللرأي العام والقضاء ياخذ مجراء اذا عندك دليل او فيديو او حتى صور لان القانون ما اطاب للحكم ابدا ليس مع ايقاف التنفيذ الحكم لازم ينفذ اخر تعليق من مصطفى يقول حتى كتاب الله يستخدموه سوء استخدام ايو الله هذا كان اخر تعليق كتاب الله يستخدموه استخدام سيء لاغراض ما انزل الله بها من سلطان فعلا يا مصطفى استخدمون كتاب الله شغلات سيئة جدا هذا كان خبرنا الثاني وموضوعنا الثاني اما لترند الثالث والاخير في فقرة فيستوفيس هو خسارة يا خسارتنا تشبيرة هذا الشخص اللي ظاهر امامكم بالصورة هو مليار دير هندي طبعا هذا الشخص الهندي فقد لقب اغنى رجل في اسيا مع الاسف فقد هذا اللقب الغالي مع الاسف والله فقد اللقب هذا اللي ترند هستلي اللي ظاهر في مواقع التواصل الاجتماعي هذا الشخص جوتام اداني فقد لقب اغنى رجل في اسيا وليش فقد اللقب واحد يسني يقول ليش فقد اللقب لأن خسر 85 مليار دولار خسر 85 مليار دولار وفقد لقب اغنى رجل في اسيا الهندي جوتام اداني يفقد لقب اغنى رجل في اسيا بعد خسارته 85 مليار دولار مع الاسف والله والله يا أخوي هسا هساني شون رح اصارح الناس بالموضوع شون رح سوى الفيام بالموضوع ان شاء الله انا اخذ هذا اللقب بعده ان شاء الله الله يمكنني زين اخذ بمساعدتكم اذا تحبون يعني تبرعون بالموضوع حتى اصير صاحب اللقب يعني ما تقصرون ان شاء الله فقد اللقب الثاني يعني ما عرف يعني شون افاتحكم بالموضوع شون يعني تعزو تاخذوه من خاطره طبون الصفحته بالفيسبوك تقولوا احنا خدام بالخدمة اخويه احنا نشيلوا ياك احنا بالنص احنا شون والله ما عرف يعني ما الاسف والله لقب غالي علينا تاني 85 مليار دولار يا ظالم خسرتهن ميزانية الاردن 6 مليار دولار انت خسران 85 مليار دولار انت بس الخسرتهن اتعاد الميزانيات 7-8 دول يا ظالم النفس وين وديت الخسرتهن ليش يا اخوي دحافظ على مويلاتك وفليساتك يا حبيبي وين وديت خمسة واثمان مليار دولار مع نسف والله يعني احنا نعزي طبعا نعزي اخوتنا في دولة الهند يعني على هذا على هذه الخسارة الكبيرة المؤلمة انا اذا ضيع لي عشر تالاف دينار انقهر عشر تالاف اذا ضيع انقهر اذا 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 ابو التاكسي قل لي ما عدي خردة ويصبق الف يم اموت من القهر اذا ابو اطيه وما عند يرجع لباقي لاش لكن يصر علي كوه اهضم انت تقول لك 85 مليار دولار ولك ليش يا ظالم وين ودي التنزين خلنشوف الموضوع وتفاصيله والناس بالتعليقات الناس شنو شنو تقول شنو شنو رتفعل الناس خصوص هذا الموضوع الهندي جوتام اداني يفقد لقب اغنى رجل في اسيا بعد خسارته 85 مليار دولار ليش يا ظالم هذا هو الشخص عمت عيني عليك يا مقروت عمت عيني عليك مقروت ماذا ما تشوفون مع الاسف والله الله يكون بعونك خسارة 85 مليار دولار يعني العجقاد عدة وهي سترتك نفس سترتك ام ال 25 الف انا لو منك السترة اشتري اقل سترة اشتري ها بمليون دولار والله العظم اشتري سترة من جل قلت بساح لا بس سترة نفس سترت ام ال 25 الف اغنى رجل بالعالم هي هاي سترت اخوي احمل والديك مو يشتت السمعت الا اخذ اللقب من عندك انتظرني اشوف التعليقات ماذا كانت يقول عباس الله يساعد قلبه الله يساعد قلبه انا اذا اضيع الف دينار اضلس و اضيج عليه فيك عباس اطيكلف عباس فلوسي برا اطيكلف عباس شنس سالف اخوي شنه يا اخوي اسبوع ضايج على مدلف تعال عمط 25 الف ضايج اسبوع على مدلف يا اخوي يا عباس ما يصريك يا حبيبي مصطفى يقول من الله يصقعك يعني 85 بعد جايفة 85 اسكيبة الاسكيبة مليار هاي مليار يمكن هاي الاسكيبة 85 اسكيبة خسران باحر باحر هلقت خسران مصطفى تم تأكد اخوي يا مصطفى تم تأكد هاي اسكيبة مليار وخسران هو 85 عمي انا اسكيبة مال ما يمكن اشتري هذا عد اسكيبة مال مليار انا 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 الى الله وانا الى يراجعون لازم ترجع تحافظ على اللقب ضروري علي يقول غير يخلي سبع عيون الله يكون بعونه انا خسرت بالدوم عشا ما تعشي اقول لك تخسران بالدوم عشا بس لا تذك يوم تعال وما اخذي شي نضايج على مدوم يقول انا خسرت بالدوم عشا ما تعشيك لا إذا تخسر عشرة الالا دينار ش تسوي قل يا علاوي علاوي الفتلى وجهك ش صر بي ما يصر أصفر يصر بنفس جي دريس الحنين يقول هي تصير طق الله سبحانه وتعالى هي تصير طق الله سبحانه وتعالى يا ريت الناس قل عدها فلوس تتعظ وتساعد الفقراء البعض منها مو كلها أعرف ناس الله موافقها شايفة نفسها شوفها ما يحمد الله ويشكره على النأمة اللي عنده وما أكثرهم يا إدريس الحنين نخلي صورة ابنك صاد على الدراجة الله يحفظ لك ابنك يا إدريس وما أكثرهم دولة اللي اللي انتقلتهم آخر تعليق من علي قاسم يقول بس إذا أمكن عدكم رقمة خل أدزل المبلغ خطيئة حتى يبقى بالصدارة وهم قليلات مو هاي أقول لك علي قاسم المبلغ هذا لو تشتري به سترة محصل لك شوف سترتك مدري يا لون يا 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 حبيبي عدد الدزل المبلغ على ودد المبلغ ليش تحكين يا 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 حبيبي مو إحنا يعني تخبروا الدزل المبلغ على حبيبي دبدل السترة شتيك سترة غير هاي بعدين نتفق بفقرتنا الأولى فقرة فقرة مشاهدين الكرام فاصل قصير وفقرة ترند تيوب خليكم ويانا لا حد يروح بعيد يا أخو الله من جديد مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في فقرة ترند تيوب حيث الفيديوهات والمقاطع اللي تنتشر بالسوشال ميديو مع الأسف انتشر مقطع فيديو يوم أمس أو أول أمس في مباراة لسيكما بين الزورة والقوة الجوية انتشر فيديو لمدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس برفقة كادره المساعد أمام بوابة ملعب الشعب يمنع من الدخول بسبب الزخم الجماهيري الكبير دابيه الحال إلى فر السيارة ورجع خلنشوف الفيديو غلقته كل بوابات ملعب الشعب وخليته فقط البواب الرئيسية ما هي مكانة تكون بوابات خاصة بوابة للفياي بي مثلا تدخل من عندها الشخصيات ويدخل هذا المسكين اللي جاي حتى يتفرج مباراة للدوري حتى يسحب لاعبين هسان بعيدا عن الكية اللي يمسعد هي اعتقد هي فياي بي أو لا معرف بس هو دائما ما يجبوه بسيارة زينا اليوم جاي بي بكية أو كادرة يا جماعة الخير شوفوا هس هي مرات يقول لك الحمد لله من ما دخل الحمد لله ما دخل اللعبة وشوفوا لأن اللعبة كانت السوجال يا الله شاد ورقيب لا زورة لا جوي يقدموا اداء مثل اداءهم المأحوض ما متعارف عليه اكبر ناديين جماهيرين في العراق يجب يقدمون اداء فني على اعلى مستوى خلي هذا الموضوع على صفحة خلينا نتحدث على فيديو المسكين خي سوس كاسا يا جماعة الخير كرحنا ما نريد مراتب عسكرية ما نريد ضباط ما نريد سياسين ما نريد هاي الشخصيات ولا نريد حمايات مدر مين مين ولا نريد شرطة اتحادية تكمش الملعب ولا عناصر الشغب ولا حفظ القانون ولا ولا ما نريد ما عد اتكنا عسكرية عفونا على امن الملعب هم يعرفون ينظمون ما نريد تتوقف بالبوابة انت وسلاحك أنا شون راح استفاد منه متفرد جاي يشوف مباراة كرة قدم اذا سوى شغب عناصر امن الملعب يفرقون الشغب ما اريد منه كانت يجو تترس للبوابة مثل ما موجود بالصورة شغب على حفظ قانون على حماية منشآت على الداخلية على مدر ما اريد شو ننسو بكم احنا هي مباراة كرة قدم يا اخوان زين هذا موضوع الموضوع الثاني ستة رفعت سعر البطاقة من خمسة الى عشرة الاف وهو المشجع البسيط اللي جايك من المحافظات ترى عشاق كرة القدم مو ناس ذقال خلنا نحتي هاي شي بالدارج مو ناس سعدها خير من اشاق كرة القدم الناس البسطاء المسكين بالبسطية العامل هذا اللي اشاق كرة القدم ويجي يشجع ويجي يزر طريقة هي الخمسة الاف وهو عالية النوب تتروح تسويها عشرة بمكان ما تقللها تسوي الهيات 3000 4000 4000 تابق لاغلت المتعرف عليه جهة الشمسية هاي بخمسة الاف دينار وجوانب المقصورة بعشرة الاف دينار انت تجي وبيوم المباراة يتفاجون يقطعون تذكرة يلقوها بعشرة الاف دينار خلي هذا الموضوع على الصفحة مثل من نقول زين ولو هم اللي الناس اكو اكو يجيب لكروة مدري يجيب اشتطلع عليه الكلاسيكو ريال مدري بورشلونة زين عفق من كل هذا هاي رسالة نوجهها للناس المعنية يا جماعة الخير هاي المناظر المسلحة ما نريدها بالبوابات وفتح بوابة ثانية الملعب الشعب منك من جهة التسفيرات انغلقت بوابة من هاي الجهة من المرور انغلقت بوابة منها ادري بوابة واحدة ملعب الشعب ترى شا تصير يا جماعة الخير خلوا بوابة للاعلام والرياضين بوابة للفي اي بي والشخصيات المسكين نجا اريد يشوف المباراة ما خليه يدخل وخليه ورجع ادري هسا انا من نر اريدة عاتب عاتب القوات الامنية عاتب لانه مدرب مدرب منتخب وتعرف كل الزين وايضا العتب على الناس اللي قدام باستيارات لازمين ترى والناس اللي يشعل بوابة ترى هذا مواجبكم من تشوفون مدرب منتخب وطني جاي يريد شهاد المباراة وانت تريد تدخل والحق وياك انا وياك ما يخالف بس قلها لو تفسح للمجال خليه يدخل وبعدين تتفاهم ويا اللي ما يخلوك اعتبره رجل خطار رجل اجنفي وهذا اللي يعكي الصورة ايجابية عن بلدنا هذا اللي يطلع 24 ساعة بالصحف الاسبانية والقنوات ويمدح ويشكر بالعراق وبالبلد وببغداد والعيش اللي عايش هاي ليش تجون بالنها يتخربوها خلينشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الموضوع طبعا صفاء صفاء يقول صفاء الخزعلي كان زميننا السابق في القناة يقول مصيبة والله هذا مدرب منتخب وهي يتعاملون المواطن البسيط بشلون طرقاعتنا كبيرة والله يا صفاء فعلا طرقاعتنا كبيرة هذا مدرب منتخب طبعا صفاء الولد بالكونترول سلمون عليك مستقديك بصراحة فعلا طرقاعتنا شبيرة يعني على يقول والله قوات الشغب يتعاملون معاملة الحيوانات مع الإنسان وكأنما العالم جواهم ما يعرفون غير لغة الضرب مع العالم عكسهم تيقى الأخ وضباط ومراتب فيها من الملاعب كل الخلق والتعامل الرياضي بكل أدب إلا قوات الشغب تصرف معيب وناس تحسهم مبشر والله صديق يا ناس أنا بالشغب وإن ما عندك جايب مباراة كرة قدم ترى ما راح يتعاركون شوية جمهور التقف وحتى ذا صارت شغب ترى من الملاعب هو يفض هذا الموضوع أنا ما ريد أبو الشغب يجيني لا يعرف يقرباج لا يعرف منه هذا لا يعرف الإعلامي من الرياضي من المدرب من اللاعب من المدرب ما يعرف كل هذا المواضيع فأنت ليه يومية تجي وتسوي يا والله كانت عبودي يقول شاما نزل شاما نزل من سيارة من السيارة وزاخم الناس وزاخم الناس ويصير مدافع تجي راجة ويصير مدافع وتجي عبودي شانا عظل أصليح لك آني يا أخو ويكتب عدد رحمة وعدي صير مدافع وتجي راجة وصل للملعب شابعد هو مو خطار ابن المضيف صديقي ابن المضيف صديقي بها يقول بها ترسم غلط يذل بنفسك الأولاء بها اسمك كات بغلط اسمك كات بغلط ترسم أول شي بها كات بها في البي ثانيا أكو بعد دبل اي يقول يا أحد يسمى غلط نصيحة على اساس أمنيات يعني مبين مدرد وجايت يشوف ويختار لاعبين والله أكو أمور يراد ناس تفهم إحنا المشكلة مو بالشرطي دائما نختار الشخص الغلط في المكان الغلط محيط الملعب وخاصة الدخولية من المفروض هناك أمن الملاعب وليس الشرطي يدخل وهو مجرد حماية مثل باب الجامعة وسيطرة تحتاج إلى شرطي خريج من يجون طلابي يقدر ظروفهم نحتاج إلى شوية مهنية مع احترام للشرطي غير الخريج سمير يقول هو الملعب يتسح 45 ألف اليوم والله بحدود 60 ألف ومن خلصة التذاكر يلا الكل يدخل في وقت الطاقة الاستيئابية العراقي يحتاج سنين ثقافة وتعليم حتى يتعلم ينظم مباريات للأسف أي واحد ما عنده بطاقة ويجي للملعب يريد يدخل الله لا يوفق لأنه وهذا يساهم في الخراب ونقل الصورة السيئة عن ملاعب مثل ما صار في بطولة الخليج يجي للملعب يريد يدخل بدون تذكرة لكم وهي حرام تدري أسأل أسأل الناس للدين استشرع بها ترى هاي حرام يجي للملعب تريد تدخل بدون بطاقة حرام لأنك محدد تسعر لهذا الموضوع وانت راح تاخذ مكان غيرك اللي يمشتر بطاقة حرام روح اسأل به هذا كان الفيديو الأول اللي انتشر بطورة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي في ملعب الشعب كاساس الفيديو الثاني بلد الديمقراطية والحرية بلد احترام حقوق الإنسان بلد احترام ذو الإعاقة والاحتياجات الخاصة بلد 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 الشنو هكذا يعامل أو يعامل الإنسان اللي مبثور الساقين على عربانت الشرطة يرمون علي وقتك خلنشوف الفيديو طبعا هسه هو هنان ظهر هو شايد ستين أو ستين بس هو مبثور الساقين معاق هو حامله هو يريد يحمي نفسه من عدكم تجو ترمون عليه والله حقوق إنسان عدكم الخاب صين بها 24 ساعة أمريكا بلد الحرية والديمقراطية بلد الإنسانية زين عنده تجون وهي الشرط يش تعامل هاي كل وحشية معاق وش هاي ستين يخوف كن بيه وهو هو معاق يعني إذا يريد يوصل لك ويطعنك بالسكين يراد لفد يراد لفد شيء إله يعني فد معجز إنت تقدر تلقي القبض عليه بكل سهولة زين تاخذ من النسي بس أنت لا يا حقوق إنسان تتحكون بيه أو أول تبلد مليان عنصرية ومليان قتل بوحشية خليشوا في التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو نور تقول وين الحرية والأمان اللي تحكون عنه والله ما أدري يا نور أنا هم تسائل ضلينا ما نستغرب هو أخوك من دمك ولحمك ما يرحم بيك ويحن على حالك فكيف بهؤلاء حسب الله ونعم الوكيل لا إله إلا هو رب العرش العظيم تاليق آخر يقول أغاشين الناس بلد الأمان والديمقراطية الناس ما تخاف الله الحمد لله على نعمة الإسلام فعلا الحمد لله على نعمة الإسلام آخر تعليق يقول من علي يقول بلد الأمني والأمان والحرية حسن وهذا بلد الأمني والأمان والحرية عاش تيدك فعلا هذا الفيديو من أمريكا من أحد الولايات الفيديو جاي فيديو يضحك للأخير للشباب دراجة شوف ويساوه يعني أنت سرعة تتخل النار أنا متجبس القوية واحد يقول لله كيف نختار يا طعام هذا يقول كيف تختار كيف تختار يعني تختار مو شباب مرتبين محتروين واحد يقول كيف تختار جيب 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 طف يعني بس ما أتمنى يكون هذا الموضوع يطلع لشواب حشاشة وجاي شاقون يا أبو أبو أتمنى بس أبو أتمنى بس بس شون شون باع شون واحد يقول لله أخ شتختار يقول لجيب هذا أبو الدجاج هذا يقول لجيب أبو أبو جبنا الفر شنو السالفة شنو ترى كارثة والله العظيم ما كوت شي فلجم بالتعليقات ماذا كانت عبدالله تقول ألف عافية صدقة عنا أبو المحل يمو كيف عبدالله ألف عافية غير الجالب المحل وناشرهم شغف الانتظار يقول لو من كل واحد ألف ولا والله صحيح لو من كل واحد ألف دينار هو يبنبع بثلاثة ألاف ولا هلف ضيحة لو جاينا أنا مشتري لكم يا بثلاثة أمي ولا هلف ضيحة وسأم طلعكم بالبرنامج والناس تحشش عليكم فيحاق تقول إن شهرة وشهيرة ذنينين النفس عم غالب يوم الحساب اشلون آخر تعليق من حمود يقول لا والحلو ثلاثة ثم واحد يسأل للآخر يا طعم تحبون يجيب طعم الدجاج هو هيتش يجيب هذا كان آخر تعليق هذا الفيديو اللي باكه والتبس الفيديو جاي حرامي في المكسي قرر يسرق صاحب شاحنة كبيرة صعد له لو تورط وياخد ساعة كاملة يفر بي الولاية كلها ويمشي بسرعة فائقة تفضل شورطك 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 بارد الدنيا وصعد على أبو أبو الشاحنة طبعا سيارة شبيرة تريلي بين قوسين زين نوب هذا جاي جاي غلط علي ما نعرف ما بالمكسيكي إنه بس لا يطلع حد شغير شي زين أنت هذا السائق أنت شو أنت قدرة لفعت في الولاية كلها والله لخلك عمي أنت عاقت آني من البلد يعني من الحكومة ما أسجن هذا الحرام الخطيئة لأنه أخذ عقابة منه أخذ عقابة منه فريت في الولاية ساعة كاملة وتمشي بسرعة فارقة تعاطفت تعاطفت صراعا تعاطفت زين أنت الحرام أنت جاي تصعد علي أبو شاحنة تريد تسرق عدري زين مو الباب قافلة وتعو عالية ما حسبتي تحساب هس تحسلك بهذا المنظر وهذا الجو البارد شن يا أخوي دروح بوقلك واحد قاعد على طفحة بوقلك محفظة بوقلك تليفون أنت جاي تريد تسرق شاحنة شن السالفة يا حبيبي تعالتها يا والله شوف فره فر فره فر ما خل به المدينة كلها فره خلنشوف تعليقات على عجاله ماذا كانت حول هذا الموضوع من شفت المنشور هذا بكرني بحكمة قال يا جدي الله يرحمه بعرس خالي وكتها شننا قاعدين بصف الفرقة وكان الصوت عالي وما سمعته استغفر الله ربوي استغفر الله ربوي أي يلا ماشي 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 يلا ماشي حكمة سمعت الحكمة يلا ماشي تدلل لحينة بدقول صدقه لحنا ليش نقارنا عليه والله والله العظيم ماشي نقارنا عليه خطيئة يمكن يمكن لأن خطيئة لأن سوى به العمائل العمائل سوى به ناري ما نتقول أخذ حقه بيده ما تركه للعدالة أي صدقه أخذ حقه بيده حرفيا ما تركه لمركز الشرطة أو الناس المسؤولة على عقابه مشاهديني الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة قلتكم سيمو الله